حبدالوقتي بدكتور حسن راتب رئيس مجلس امانية جامعة سيناء ورئيس مجلس ادارة قناة المحوى ورئيس مجلس دارج المجموعة السماء دكتور يعني مشكورا ان احنا جينا كلنا معاك النهاردة بالقافلة ويمكن كان عجبني اول احنا جايين نحيك بتقول ان احنا ان شاء الله هنوديها بالتنصيق مع المحافظة عشان يتم يعني تسليمها اللي من يستحق اذا كان في ناس تانية اخدت يعني تلبيت احتياجاتها ولكن في ناس تانية اللي محتاجين حاجات تانية هتروح لهم ان شاء الله الى جانب الدعم المعنوي يقول لي بقى حضرتك يعني ده تم ازاي وان شاء الله ناوي تامل احنا زي ما قلنا في المحافظة كده في طياط المحن تكون المنح انا اعتقد ان اهم منحة في هذا الدعم المعنوي اللي انت قلت عليه ان الناس كلها مشاعرها واضحة وبعدين مش باش مشاعر مشاعر دي بيصدقها عمل ومبادرات حقيقية وكلها من المجتمع المدني انا انا مش جاي الوحدي انا جاي معي الاتحاد العام للتعاونيات على رأسه استاذ دكتور رحمد عبدالصار وعلى جاي معي الدكتور طلعت عبلقاوي على رأس الاتحاد العام لجماعات الاهلية هنا يعني استنهاض المجتمع كله في ازمة زي دي وزي ما انا قلت للناس ان عشرات اذا كانت في عشرات الاسر من الاقباط نزحوا من العريش ففي مئات من الاسر المسلمة صحيح يعني ايه يعني ما حصلش معهم اللي حصل معنا ده مع الاقباط ده لكن لاننا احنا بنشعر ان الامة نسيج واحد ونتيجة للاقلية فلازم الاكثرية تساند وتدعم الاقلية انا بعتقد ان هذه صورة ارادوا بنا شر واراد الله بنا خير ارادوا قبل زيارة السيد الرئيس لامريكا انه يحطوله نوع من الاحراج والحقيقة انا بالصورة اللي احنا شايفينها دي اللي حتتصدر لكل وكالات الانباء العالمية يعرفوا ان المجتمع كله وان الامة كلها خلف زعامة الرئيس عفتاح السيسي خلف خيادتها السياسية مجالس الشعب والنواب اللي موجودين مجتمع المدني بشكل اللي موجود كل دول ده بيعدد موضع الرئيس هم ارادوا شر واراد الله خير ده الرسالة دي للعالم كله ان هذا نتيج واحد ما حدش يقدر يلعب عليه وان الامة كلها خلف قيادة سياسية واعية مدركة نحن نعلم انها محنة لكن ندرك ايضا ان في طياط المحنة دي ستكون هناك منحة كبيرة وهي منحة ان تجتمع الامة وتلتف حول زعامة وحول قيادة حتى تنتهي هذه الازمة وحتى انتهي على فكرة لان يعني لا يمكن يعني في الاخر انا اثق جدا في اهل السيناء عواقل ومشايخ وقبائل كلهم ناس على درجة من الحس الوطني ولعل فترة الازمة ما بين 67 لحد 73 كانت دور الوطني الكبير لهؤلاء الناس دور ما زال التاريخ بيجسده والحد الوقت محفور في قلوب المصريين كلها سيناء نسيج واحد واهل سيناء نسيج واحد عوائل وقبائل بدو وحضر وانا بقول لك ان الازمة ان شاء الله مع الجيش والشرطة لكن هي مش ازمة جيش والشرطة دي ازمة مجتمع باكمله نهاردة بالرسالة الحقيقية اللي وراء الموضوع ان المجتمع كله بيستنهد نهاردة حتى يواجه هذه الازمة فهم ارادوا شر بانهم عملوا ازمة واراد الله بنا خير ان يستنهد كل المجتمع لمواجهة هذه الازمة تحت قيادة وتحت سنعمة سياسية ان شاء الله تكون بين قوي ان هي محاولة فاشلة وان احنا نهاردة بنرد عليها برسالة بهذا الجمع يعني ان دي لسالتنا العالم ان احنا نسيج واحد ولن يمزق ولن تركع مصر الحمد لله